بعض المالكة عدمين إن شاء الله إن شاء الله ما بغش ما بغش إن شاء الله هذا هو شعور مصدر خبرية تداولت معلومات عن اتصالات هاتفية أجراها سعيم والتيار الصدري بعدد من قادة حراك تشرين لكن أطرافا مدنية بارزة نفت ذلك في حديث مع واني نيوز قائلة إن الأمر أبعد من اتصال شخصي لأن قوى تشرين أطلقت حوارا هادئا مع ثورة عاشراء في التيار الصدري هناك وبعيدا عن الأضواء يقوموا ممثلون عن كيانات الاحتجاج المدني ببحث نقاط جوهرية مع قيادات في تيار الصدر والهدف ضمن ألا تتكرر الخلافات الكبيرة التي دفع الطرفان ثامانها عام 2020 وأحدثت شرخا بين الشركاء في التغيير تشرين وممثلون عن احتجاج التيار يدرسون التالي أولا ضمانات لعدم تفرد طرف بالقرارات الثورية خاصة بما يتعلق بالتعامل مع الوجوه القديمة ومحاسبة التابعين للخارج والفاسدين وهو أمر حساس يجب أن يجري ضبطه والأمر الثاني ضمانات لمرحلة ما بعد التخلص من الوجوه القديمة وتعليق العمل بالدستور حيث الهدف هو الاتفاق على ملامح النظام الجديد والثوابت الدستورية في شكل الإدارة وموقع العراق من الاستقطابات الهائلة في منطقة الشرق الأوسط الأطراف المدنية تقول إن الحوار مع التيار الصدري يبلغ هذه المستويات وأخرى أكثر تعقيدا لأن تغيير النظام ليس خروجا في نزهة في بلد زخر تاريخه بالانقلابات والثورات والتدخلات وحان الوقت لضبط كل الدروس وتعليقا على دعوات الحوار مع الأحزاب الأخرى ونوايا الإطار التنسيقي تشكيل حكومة محمد شيع السوداني قبل الموافقة على حل البرمان قالت أطراف تشيرين لواني نيوز إن البرمان جرى حله في ثورة عاشراء فعليا أما الإطار التنسيقي فهو يمر بحالة فقدان الصلة مع الواقع أو أن الواقع نفسه فقد ارتباطه بالإطار التنسيقي اشتركوا في القناة